الأب النكا دي من ضمن مواهبه وأنه بيكسر الأم قدام الولاد يوه كتير جداً طبعاً وبعدين بقى أنا كسرتها كسرتها وهي القاعدة طبية أنا طول الوقت برّة خلاص ما لهاش شخصية مع الولاد إيه الولادة يطلعوا بقى كسر مش كده الزوج الشاطر يقوي زوجته بس عشان بس فيه ناس بتلزق في الكلام يعني لما يقويكي بتقويش عليه إنما لو أنا قويت زوجتي بذات قدام الأولاد يبقى أنا كسبت إن الولادة يطلعوا بقى طبعين كويس نرجع تاني حكاة صوت ربنا يبقى الأب العنيف ده مصغر لصورة وهمية وكاذبة عن ربنا إنه عنيف فعشان كده النهاردة نهاردة نلاقي شاب يرفض ربنا جداً أنا لا أنسى هذا الموقف يعني ولد جالي مرة قال لي إيه قال لي أنا لن أعبد هذا الإله تقول لي عميك كلام الكبير ده قال لي أبوي اللي شماس وخادم عندوك في كنيسة بيش عبسة جاية في البيت وبيقول ألفاز مش كويسة وبيش أنا مش عايزة ربنا اللي بيطلع ناس مزايفين زي أبوي عرفتي بقى إن الأب النكا دي ده وممكن يمينها لغاية الإلحاد والغاية أبعد دي كان عمره قدية قد سابونا في جامعة في جامعة يعني شاب صغير لستة بس واعي نفس الكلام نسمعته عن بنت عن أمها الخادمة فالأب النكا دي ده كارس الأب النكا دي دائع كمان في نقطة تانية يعني إحنا دايما بنقول إن الستات النكا ديين إحنا أول ما نقول إن الأب نكا دي لسه الحلقة جاية بقى عشان الرجالة بيزعلوا مني وبيحسوا إن أنا جاية عليهم طول الوقت فالستات بقى الحلقة الجاية يعني ما عايزة أقول لك العكس بقى إن كل ما تكلم عن ناكا دي ستات يقولوا أنتوا جاية علينا قدينها تكلمنا الحمد لله إنها تكلمنا عن الرجالة في الأول الأب النكا دي دوى مدمر لأنه بيضمى صوتها ببنا تيجي بعد كده تقولي أولد تعالك كنيسة أنا مش هيجي الكنيسة أنا مش عايفة أنا كعيها الكنيسة إليه أنا مش عايفة أنا مش عايفة إلي هنا رجلوا بنا ليه لأن عقله الباطن بيقوله هتوف recognized رجلوا بنا ليه ما هو بابا يسوع زي بابا اللي في البيت ما هو بابا بناتين بابا وكده كده الاتنين مش قابليني فهاروح ليه بالزبط يبقى كد بابا يسوع كمان مش قابليني موضوع صعب أوي وتבעته ما كناش نتخيل إنها صعبة قوي كده يعني كل اللي أزهلنا إنه بابا بيتعصطب وبيتخاني وبيعن فإحنا نبقى متضايقين إنه هو قاعد وخلاص لكن السلبيات اللي بعد كده كبيرة